هنروح لكرة السلة كنت السلة كان مبارح مباراة الاهلي والاتحاد خسرنا يمكن في اخر وقت الاتحاد في المركز الاول ويجي النادي الاهلي في المركز التاني الحقيقة احنا متسويين في عدد الخسارة يعني يمكن الاتحاد خسران ثلاث مباريات النادي الاهلي خسران ثلاث مباريات ولكن المواجهات المباشرة هنا هي اللي كانت المعيار او الرفرنس او المرجعية في الترتيب الاهلي هنلاعب الفترة او بعد ما نرجع ان شاء الله هنلاعب هنلعب مصر التأمين هنلعب مصر التأمين ده في دور التمانية قلاص دي أدوار إقصائية هتلعب باستوف 3 ان شاء الله وبعد كده تطلع على الدور قبل النهائي وباستوف 5 وبعد كده النهائي بإذنك يا رب باستوف 5 طب مين في طريقنا في طريقنا الفائز يعني ان شاء الله مصر التأمين هتخطّها بإذن الله عندنا اللي هتخطاء هيروح يلاعب ان شاء الله مباراة الفائز من الجزيرة وسبورتين النحية التانية هيكون غالباً الاتحاد والزمالي وبعد كده نوصل على الفينا ولكن الحقيقة أنا عايز أتوقف على شئات حاجات الحقيقة عايز أتكلم عنها عن مباراة مباراة أنا الحقيقة شايف أنه لابد ولازم عشان تنجح بطولة الدوري لازم استقدام حكام أجانب في المباراة النهائية مع كل الاحترام للحكام المصريين والله العظيم لا أقلل أبداً بالعكس في حكام على قدر عالي جداً 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 من الكفاءة ولكن الضغوط اللي بتحصل على الحكام المصريين رهيبة لو سمحت يا جماعة يعني يريد يبقى فيه حكام أجانب أنا بقول نصيحة وليس حاجة ما تقولش عشان يقولك أصلاً هيسم أنا بقول نصيحة شخصية أنا أنا بقولها هيسم اللي بقولها ولا ده توجه ولا الحد أنا بقول موجة نظري كلاعب منتخب مصر سابق وشايف الحكام لأ شايف إن هيبقى فيه ضغوط جامله الأندية صرفة وأندية حطة منزناك كبيرة جداً مش عيب إحنا مدرب منتخب مصر كندي مدرب منتخب مصر كندي مدرب منتخب الكورة كيروش مستر كيروش يعني ما فيش مشكلة لما أجيب حكام البرتغالي كيروش ما فيش عندي مشكلة خالص لما أجيب مين لما أجيب حكام أجانب أتعلم منه ما فيش مشكلة يا ريتي بقى فيه حكام لو أنت عايز الدنيا تمشي صح ويعني زي ما بيقوله بشفافية حكام أجانب يا جماعة دول بالزبط هيبقوا خمس ستية عشرة ايام الحكام اللي اجاب مش بقى احنا ما نتكلمش في حكام هيجوا يحكيموا موسم خلاص الموسم راح بحلو ومروا اللي جاي مهم ليه احنا شفنا مبارح حقيقة يعني طايم قاوت والطايم قاوت ده محتاج تفسير كابت المرعي مبارح رجل مدير فني محترم وراجل انا بعزه جدا شخصيا وراجل من الناس اللي عملت اسمها خلاص مش محتاجة اتكلم عنه يعني الحقيقة نتائجه عملت اسم ولكن في الطايم قاوت مبارح وكلنا سمعناه قال الحقيقة تصريح او قال يعني توجهات للعيبة الحقيقة كانت بالنسبة لي صدمة كانت بالنسبة لي صدمة ومحتاجة تفسير من كابتن مرعي الحقيقة قال لو اهاب امين فات يتكون الحقيقة الموضوع ده حقيقة يعني يعني اكيد كابتن مرعي ما يقصدش يعني كابتن مرعي انا اتصور يعني اتصور كابتن مرعي مرن اهاب امين في المنتخب كمدير فني منتخب مصر والراجل إهاب أمين داخل على تصفيات كأس العالم وهو أنا بقول يعني أهم لعب في مصر الوقت هو إهاب أمين وأحسن لعب في مصر الوقت إهاب أمين مش أنا بقول الأرقام اللي بتقول فإهاب أمين لما كومه في مباراة زي دي طب ما مش هلعب مع منتخب مصر ثم إحنا دايما دايما الرياضة يعني زي ما بيقوله اللفظ نفسه صعب شوي وكلنا سمعناه والفيديو موجود على ما ندرش طبعا نزيق عشان دي حقوق تايم قاوت واضح لو إهاب أمين فاتي يتكون فده محتاج تفسير لأن أنا كلاعب بتلقى الكلام ده في التايم قاوت قد أفهم الكلام غلط قد أفهم إن أنا وشفنا بعديه فاولة معرفش بقى مش هنتكلم في صحة الفاولة ومصحته فاولة حسب متعمد ضرب الإهاب أمين أنا مش أنا اللي سفرته عشان بس ما تقولش إن هيسم هو اللي بيقول لا الحاكم سفر إن ده فاول متعمد وإهاب أمين شطرة ميتين بعدها على طول بعدها على طول الناس هتقول لك أصله رامي ما ضربوش أنا أنا بأتكلمش على صحة أنا بأتكلم على الحكام سفروا الحكام سفروا فاول متعمد ضرب مع إهاب أمين بدون كرة طب يعني محتاجين تفسير كابتن ماريا حضرتك رجل يعني كبير ورجل نجم يعني في التحقيق في الكاتشانة كنت لعب كبير كبير يعني مش بس رجل يعني هيت كوتش عملت تاريخها كما عنديها كتير ولكن الموضوع ده محتاج تفسير من حضرتك يا كابتن ماريا طيب معلش كنت محتاجة أتوقف لأنه يعني يعني أنا بخاف على اللعيب لأن اللعيب ده أنا كنت فيه من الآن بلعب وكنت ببقى الآن على نفسي إن أنا أتعور أو بتعفاء محتاجين تفسير ومحتاجين الدنيا تبقى فيه يعني مش هي الموضوع رياضة في الأول والآخر أتعور